الرئيس سيسيو تابع بهود الدولة لسكشاف الغاز الطبيعي والكترول ويوجه بتكثيف بهود البحث وتوسيع رقعة مناطق السكشافات الجديدة رئيس هيئة قناة السويسي يؤكد أنه لا يمكن التفريط في السيادة على القناة ولا مساس بوصول الهيئة خلال مشاركته في احتفاليات ملء بحيرة تاسد جوليوس تراري شكري يؤكد التزام مصر بدعم جهود التنمية في تنزانيا ودول حوضنين الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت الجانت نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة للغاز الطبيعي والبترول سعيا لتحقيق الاستغلال الاقتصادي وتنموي الأمثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعي بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير لدعم الناتر القومي جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والطروة المعدنية وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن وزير البترول استعرض الخطط الاتثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط باشتراك كبرى شركات الطاقة العالمية وبإجماله اتثمارات حوالي 2.1 مليار دولار وقد أكد وزير البترول أن أنشطة البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر في البحر المتوسط تتم وفقا لمبادئ وأعراف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة لأنشطة إدارة الدول لمواردها الطبيعية عالي البحار كما عرض وزير البترول تطورات تنفيذ مشروع إنتاج السوداء بالمنطقة الصناعية في مدينة العالمين الجديدة والذي يتم بالشراقة بين كل من الدولة والقطاع الخاص بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 500 مليون دولار وقد وجه الرئيس السيسي بالإسراع في الإجراءات التنفيذية للمشروع والذي من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لمدينة العالمين الجديدة إلى جانب العائد الاقتصادي والصناعي الذي يحققه بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالنتائج الإيجابية لمشاركة الرئيس السيسي في الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وترأسه وفد مصر خلال فعاليات هذه القمة الأمر الذي يعزز دور مصر المحوري في المحيط الإقليمي ويؤكد دعمها الدائم للعراق الشقيق وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي تطرق رئيس الوزراء إلى ملف دعم الصناعة حيث أكد أنه يتابع بشكل دوري خطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة كما أشار مدبولي إلى أن هذه الفترة تشهد عقد عدة اجتماعات مع وزير المالية ومسؤولي البنك المركزي ومصلحة الجمارك من أجل تسريع إجراءات الإفراج عن السلع الموجودة بالجمارك وبخاصة السلع الأساسية والاستراتيجية وأكد رئيس الوزراء على بدء عمل المنافذ والشوادر التي تبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين اعتبارا من مطلع يناير المقبل على أن يستمر عمل تلك المنافذ حتى نهاية شهر رمضان وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على حرص الدولة على التوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات المؤهلة شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بشأن تنفيذ عدد من الأنشطة من بينها إصدار وتأمين مجموعة من الوثائق الحكومية وخلال اجتماع لاستعراض برنامج تكافل وكرامة أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة وأشار إلى وجود تكلفات رئاسية بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية حيث وصل عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي الذي توفره موازنة الدولة إلى 4.6 مليون أسرى بإدمالي 20 مليون مواطن تقريبا شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الشركة المصرية للاتصالات والشركة المصرية لنقل الكهرباء يهدف البروتوكول إلى إيجاد صيغة للتعاون التقني المشترك بين الشركة المصرية للاتصالات والشركة المصرية لنقل الكهرباء ووفقا لعدد من المحاول من بينها التعاون المشترك لتوفير المصارات اللازمة لدعم شبكة الشركة المصرية للاتصالات في المناطق التي تحتاج للتدعيم بالإضافة إلى دراسة تقديم دعم الشبكة الداخلية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بالمناطق التي تحتاج لتدعيم التعطية سرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس حفرها مليون مصري وأضاف أن عملية الحفر استمرت عشر سنوات واستشهد فيها مائة وعشرون ألف مواطن مصري فهي ملك خالص لهم خلال الأيام الماضية ما يصير حول مشروع قرار صندوق كناة السويس الجديد واستغلال أصول القناة بأي شكل من الأشكال زي ما شفنا في الفيلم التاريخي للقناة اللي احنا شاهدناها دلوقتي إن قناة السويس حفرها المصريون من 153 سنة 1259 واستمر الحفر عشر سنوات حتى في تتعة عام 1269 اشترك في حفر قناة السويس ربع الشعب المصري الشعب المصري مليون مواطن من المصريين اشترك في حفر قناة السويس وكانت تعداد أيامها 4.5 مليون يعني نتكلم على مشروع أقوام المصريين بربع الشعب بالكامل واستشهد منهم 120 ألف واحد ودماءهم الزكية يمكن صارت في القناة قبل ما تسري فيها مياه البحر كما أضاف ربيع خلال مؤتمر لأبرد إنجازات الهيئة وحصاد عملها بأنه من أول يوم الافتتاح قناة السويس الجديدة وهي تدر دخلاً من المصريين ولفت إلى أن الرئيس السيسي أمر بطعميق القناة وزيادة عشرة كيلومترات لزيادة وتطوير استيعابها لسفن المتنوعة الأحجام والأحمل من أول يوم ما تفتح قناة السويس الجديدة يوم 6.8.15 وبدأت السفن تعبر في نفس اليوم دون ويدخل دخل لقناة السويس المصري بعد كده القرار الآخر لتطوير قطاع الجنوبي للقناة السويس والجزء اللي كان حصل في الحاسة بتاعة قناة الجديدة من 40 كيلومتر و20 ترتيب القناة لكيلومتر و60 ترتيب القناة بزيادة العرض بتاع قناة 40 متر الجاكشة والطعميق من 6-60 أدم من 7-70 أدم يعني من 25 متر 27 متر وإضافة 10 كيلومتر كمان لقناة السويس الجديدة ترجمة نانسي قنقر 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 وفي كلمته خلال المؤتمر أكد الرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرم جبر أن الرئيس السيسي كلف رئيس هيئة قناة السويس بتقديم جميع الحقائق للشعب المصري وأشار إلى أن قناة السويس ذات سيادة مصرية وستظل مصرية أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية كانت مصرية والآن هي مصرية وستبقى مصرية إلى أن يرس الله الأرض ومعليه هذه قضية غير قابلة للنقاش وغير قابلة للحوار وغير قابلة للتشكيك أو لإشاعة أي كلام بشأنها هذا الأمر الثاني أن رئيس الدولة المصرية يعني رجل وطني من الضراز الأول بينتمي لمؤسسة عسكرية عظيمة المؤسسة العسكرية دي اللي كانت بتفتدي كل شبر من أراضي سيناء بالأرواح وبالدماء فليس متصورا ولا مقبولا ولا معقولا أن هذا القائد الوطني اللي حرر مصر من أشد مستعمر في تاريخها هيفرد في شبر واحد أو هيسمح بالتفريد في شبر واحد من الأراضي المصرية قال النقيب الصحفي نادي رشوان أن جلسات الحوار الوطني ستناقش موضوع وحدة الصناديق الخاصة وألفت رشوان في كلمته بالمؤتمر إلى أن هناك تخوف عند بعض المواطنين بشأن التفريد في السيادة المصرية على القناة وهذا أمر لن يحدث فكرة وحدة الموازنة والصناديق والصناديق الخاصة على الهيئة العامة هذا موضوع اقتصادي بامتهاز أتى الصندوق لكي يسيره من جديد هل موازنة الدولة تضم كل الهيئات والمؤسسات والصناديق أم لا هناك رأي مطبق الآن أنه لا وهناك رأي اقتصادي آخر يقول نعم ومن هنا بعض الاتراضات تأتي من هذه الزاوية الاقتصادية وهي بالقطع كما أقول لحضراتكم مطروحة الآن ضمن جدوى الأعمال الحوار الوطني الأمر الثاني هو أمر سياسي وهو الخوف والتخوف عند بعض الناس أو الريبة والاسترابة والتشكيك عند آخرين بأن هذا المشروع فيه تفريط في السيادة الوطنية على قناة السويس أنا لن أجيب بما هو معروف ومؤكد بالنسبة لي على الأقل أنه لا تفريط في السيادة المصرية على شبر واحد من أرض هذا البلد فما بالك بهذه الأرض وهذه القناة التي سالت على ضفتيها دماء عشرات الآلاف من أبناء هذا الشعب المصري سواء من أبناء قوات المسلحة من الضباط أو الضباط الصف أو الجنود من الذين هم داخل قوات المسلحة عاملين وبالأخص الأغلبية الصاحقة من مجندي القوات المسلحة من الضباط والجنود أيضا شارك وزير الخارجية سامح شكري في احتفالية تتشين ملء بحيرة سد جوليوس نيريري في تنزانيا بحضور الرئيس سامي حسن وأكد شكري أن هذا الحدث يجسد التعاون المثمر بين البلدين ويشهد على عمق العلاقات التي شهد تطورا على مدى السنوات الأخيرة يسعدني أن أعرب عن تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لرئيس وحكومة وشعب تنزانيا بمناسبة هذا الحدث التاريخي لضق المياه في خزان جوليوس نيريري مشروع الطائية هذا الحدث الهام يشهد على العلاقات الطويلة والتاريخية بين مصر وتنزانيا ويقدم مثالا حيا على ما نستطيع تحقيقه لصالح شعوبنا من خلال التعاون المنصق وخلال كلمته في احتفالية ملء بحيرة سد جوليوس نيريري أضف شكري أن هذا المشروع يعد تأكيدا على التزام مصر بدعم جهود التنمية ليس في تنزانيا فقط بل في دول حوضنيل مشيرا إلى دوره جهود الشركات المصرية في المشروعات التنموية في القارة الإفريقية أصحاب السعادة بإجمال استثمارات 2.9 مليار دولار وقدلة توليد 2000 ميجاوات يعد مشروع جوليوس نيريري أحد أكثر المشروعات التموحة في مجال الطاقة في قارتنا وسيسهم بفعالية في تطوير تنزانيا وسيكون له أثر ملحوظة على حياة الأشقاء والشقيقات في تنزانيا هذا وقت قدمت رئيسة تنزانيا ساميا حسن بالشكر لمصر ورئيس سيسي لما تم تقديمه من تعاون لإنجاز مشروع سد جوليوس نيريري وقالت رئيسة تنزانيا خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها البلاد لتجين ملء خزان السد بمشاركة وفد دبلوماسي مصري وعدد كبير من البعثات الدبلوماسية العاملة في العاصمة دار السلام إن مشروع السد يمثل تنمية شاملة ومستدامة للبلاد كما أشرت الرئيسة التنزانية إلى أن مشروع سد جوليوس نيريري يفتح مجالات كثيرة للتنمية في المشروعات الزراعية اشتركوا في القناة 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 سويس للشعب المصري وايضا الدولة المصرية هذا ايضا بجانب الحديث خلال هذا المؤتمر الصحفي الهام عن طمأنة الشعب المصري والتأكيد على ان هذا المرفق ما زال ملك للشعب المصري والاستمارات المختلفة هي فقط لخدمة الشعب المصري وهذا الممر الملاحي يمتركه الشعب المصري والدولة المصرية أعربت مصر عن خالص التعازي والموساء لمملكة ماليزيا الصديقة في ضحايا انهيار أرضي في ولاية سيلانجور والذي أصفر عن عشرات الوفيات والمصابين كما تقدمت مصر في بيان لوزارة الخارجية بصادق التعازي لذوي الضحايا معربة عن التمنيات للشفاء العادي للمصابين أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت أن الضرف الراهن يفرض أو يفرض على القيادة السياسية اللبنانية تجاوز كل الانقسامات واحتوائها ويحتم على الجميع موضع المصلحة اللبنانية فوق كل أعتبار وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصاد العربي في بيروت قال أبو الغيت إن قنوات الحوار يتعين أن تبقى مفتوحة ومباشرة بين جميع القوى والطائرات السياسية مشددا على أن جامعة العربية على أتم استعداد للقيام بما يطلب منها في هذا الصدد وهنا فإننا ندرك جميعا ما تنطوي عليه الأوضاع السياسية والدستورية من أهمية كبرى في استعادة الثقة ومن ثم الخروج من الأزمة من هذا المنطلق أقول أن لبنان لا يتحمل شغورا رئاسيا يطول أمدا لا يتحمل وضعه الاقتصادي أو الاجتماعي هذا الفراغ الذي يزعزع أثر بدلا من تعزيزها ويؤثر سلبا على فرص التعافي الاقتصادي لقد عاش لبنان الشغور الرئاسية من قبل في ظل أوضاعا اقتصادية مختلفة تماما وتعامل السياسيون اللبنانيون معه بما هو معهود عنهم من إبداع في فنون السياسة وبناء التوافق والخيال من جانبه أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نبيب ميقاتي أن الحكومة تعمل جاهدة على إعطاء الأولوية لقطاع الطاقة في لبنان مشيرا إلى أن قطاع الطاقة له تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني ويعزز الوضعية الخاربية للبنان الحكومة تعمل جاهدة على إعطاء الأولوية لقطاع الطاقة في لبنان لما لهذا القطاع من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني ونأمل في العام المقبل أن يكون عنوان مؤتمركم لبنان بلد نفطي وفي ملف الأزمة الروسية الأوكرانية أكدت الرئاسة الروسية أن تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بأنظمة صواريخ باتريوت لن يسهم في تسوية الأزمة بين موسكو وكييف كما أنه لن يحول بين روسيا وتحقيق أهدافها وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوفي إنه لم تظهر أي مؤشرات على استعداد لإجراء محادثات سلام خلال زيارة الرئيس الأوكرانية فلودامير زينيسكي إلى واشنطن معتبرا أن هذا دليل على أن الولايات المتحدة تخوض ما وصفه بحرب بالوكالة مع روسيا أكد وزير الخارجية الأوكرانية ديمتري كوليبة أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاعا جوي من طراز باتريوت يفتح الباب أمام الحلفاء لاتخاذ خطوات مماثلة وأشار كوليبة إلا أن أوكرانيا ستتلقى قريبا أول بطارية من هذه الأنظمة الأكثر تقدما ملوها إلى أن الطريقة إلى هذا القرار بدأ حتى قبل بدء الحرب الشاملة وقد أكد الرئيس الأوكراني فلودامير زينيسكي أن التوصل إلى سلام عادل مع روسيا يعني عدم وجود تنازلات فيما يتعلق بالسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وفي خطاب ألقى أمام الكونجرس الأمريكي اعتبر زينيسكي أن المساعدات التي وفق عليها الكونجرس إثثمار في الأمن العالمي والديمقراطية على حد تعبيره في أول زيارة له خارج بلاده منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا أخبر الرئيس الأوكراني زينيسكي المشرعين في مجلس النواب الأمريكي أنه يأمل استمرارهم في دعم كييف على أساس تأييد الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة الديمقراطية والجمهورية وفي خطابه أمام الكونجرس الأمريكي وصف زينيسكي المساعدات التي وفق عليها الكونجرس لبلاده والتي وصلت قيمتها إلى عشرات مليارات من الدولارات بأنها استثمار في الأمن العالمي وليست إحسانا على حد تعبيره وبالنسبة للجمهوريين فلديهم شكوك متزايدة إزاء الاستمرار في إرسال مساعدات كبيرة إلى أوكرانيا وهو ما دفع الرئيس الأوكراني لأن يسعى لأن يلقى خطابه صدا لديهم إلى جانب الديمقراطيين بمجلس النواب خطاب الرئيس الأوكراني أعقب اكتماعه في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي إذ اعتبر زينيسكي خلال مؤتمر صحفي مع بايدن أن التوصل إلى سلام عادل مع روسيا يعني عدم وجود تنازلات فيما يتعلق بالسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها الرئيس الأمريكي بايدن أكد أن واشنطن وحلفائها سيواصلون تسليح أوكرانيا نافيا قلقه إذا أتماسك التحالف الدولي الداعم لأوكرانيا ورغم ذلك اعتبر الرئيس الأمريكي أنه لا يرى أي مؤشر على حدوث تغيير في الوقت الراهن أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من ترازميج 29 ومروحية في دونتسك وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تتقدم في محور دونتسك مشيرة إلى مقتل 15 جنديا أوكرانيا في خاركياب ولوهانسك جراء المعارك والضربات الروسية بالإضافة إلى تدمير محطة حرب إلكترونية أوكرانية بمنطقة خيرسون قال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أنه على الدول الأوروبية تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية في الولايات عن الولايات المتحدة بما في ذلك في إطار حلف شمال الأطلنطية الناتو وأكد ماكرون خلال حاجة أوروبا لسيادتها الدفاعية مشيرا إلى أن الأزمة في أوكرانيا كشفت ضعف القرى أمام روسيا واعتمادها الكبير على الولايات المتحدة وأشهدت الرئيس الفرنسي على ضرورة أن تحصل أوروبا على استقلالية تكنولوجية عن الولايات المتحدة وأن تكون مستقلة عسكريا يعقد وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع اجتماعا افتراضيا اليوم لمناقشة كيفية التعامل مع العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا وذكرت وزارة الخارجية اليابانية أنه من المتوقع أن يتشارك وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي أن يتشاركوا دهات النظر حول تطورة الأوضاع في أوكرانيا مررحة أن يؤكد كبار ديبلوماسيين تعاونهم في دعم كييف سجل الروبن الروسي أدنى مستوياته منذ أواخر إبريل الماضي مقابل الدولار اليوم وأدت المخاوف من تأثير العقبات على النفط والغاز الروسيين إلى رفع خسائر العملة هذا الشهر إلى أكثر من 15% هذا وقد تفق من انخفاض عائدات التصدير في الأشهر الأخيرة بسبب الحضر النفطي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في ديسمبر عندما بدأ تطبيق سقف لأسعار النفط أيضا انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 3 من 10% في الربع الثالث من العام الجاري مرتفعا عن التقديرات الأولية التي كانت تبلغ 2 من 10% وهو ما يثير مخاوف بشأن دخول البلاد في ركود طويل وهذا يعد أول انخفاض فصلي في الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية 2021 عندما كانت بريطانيا تفرض قيودا مشددة لمكافحة قابد ويأتي أيضا في وقت تواجه فيه الأسر والأعمال أزمة تكاليف معيشة حد أزمة حادة في تكاليف المعيشة يعيشها البريطانيون واستطرابات واحتجاجات متواصلة للعمال بسبب الأجور مساعدات الحكومة البريطانية المخصصة للطاقة وغلاء المعيشة خلال نوفمبر الماضي أدت إلى ارتفاع حجم اقتراضها ووصل إلى 22 مليار جنيه سترليني بزيادة قدرها 13.9 مليار جنيه سترليني عما كان قبل عام المكتب الوطني للإحصاءات أشار إلى أن تلك الأرقام تعد أعلى مستوى اقتراض لشهر نوفمبر منذ بدء تسجيل هذه الأرقام الشهرية في عام 1993 وتدفع أسعار الطاقة خصوصا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تدفع التضخم إلى زروته في المملكة المتحدة ويقترب من 11% وتحدد الحكومة البريطانية حدا أقصى لفواتير الطاقة للأفراد والشركات هذا الشتاء وتدفع الفرق لشركات الطاقة كما تقدم مساعدات أخرى لكلفة المعيشة خصوصا للأكثر فقراء واعتبارا من أبريل المقبل سيكون سقف الفواتير لأفراد أقل سخاء ومن المقرر أن تعلن الحكومة أوائل يناير عن مستوى الدعم للشركات كلفة خدمة الدين التي زادت بشكل كبير منذ منتصف عام 2021 تعد العامل الآخر الذي يؤثر على الاقتراض البريطاني نظرا للارتفاع الكبير في التضخم الذي ترتبط به بعض الأوراق المالية عليها وكان إجمالي ديون الحكومة البريطانية باستثناء مصارف القطاع العام قد وصلت إلى 2477.5 مليار جنيه استرليني في نهاية نوفمبر أي بنحو 98.7% من إجمالي الناتج المحلي بزيادة قدرها 125.9 مليار جنيه استرليني على مدى عام واحد لكنه انخفض 13 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي مدعومة بأسهم قطعي المال والطاقة وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 13% في تدولات هادئة بسبب العطلة مقطفيا أطر جلسة متفائلة في وول ستريت وعلى المؤشر ستوكس 600 ارتفعت أسهم قطع الطاقة 7% لتقونا المكاسب مدعومة بارتفاع أسعار النفط كما ارتفعت أسهم البنوك 5 من 10% وفقت المفوضية الأوروبية على خطة ألمانية بقيمة 49 مليار يورو لدعم وتعزيز اقتصادها يأتي ذلك بموجب إطار لمساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة والذي اعتمدته المفوضية في 23 مارس من عام 2022 وذكرت المفوضية أن خطة ألمانيا في هذا الشأن ستكون متاحة للشركات في جميع القطعات من جميع الأحجام والتي تعتبر مستهلكة نهائية للقهرباء والغاز الطبيعي والحرارة المنتدى باستخدام الغاز الطبيعي والقهرباء وسيتم توديه الدعم العام عبر مورد الطاقة من خلال أقصات شهرية تأتي على شكل تخفضات في فواتير القهرباء والغاز الطبيعي والتدفئة للمستفيدين المستحقين على أن تقوم ألمانيا بعد ذلك بالتعويض مورد الطاقة عن المساعدات الموجهة قال وزير المالي الفرنسي برونو لومير إن بلادو ستسجل مستويات تضخم مرتفعة في الأشر القليلة المقبلة لا سيما في أسعار المواد الغذائية قبل أن يتراجع على الأرجح في منتصف عام 2023 وقال لومير إن الأولوية لديه لإنخفاض الأسعار اعتبارا من منتصف العام القادم وتوقع عضو البنك المركزي الأوروبي ورئيس بنك فرانسا فرانسوا جاليري دي جالو في وقت سابق من هذا الشهر أن يبلغ التضخم ضروته في وقت ما خلال النصف الأول من عام 2023 قبل أن يتراجع قررت الحكومة اليابانية السماحة للمفاعلات النووية بالعمل بما يتجاوز الحد الحالي والذي يبلغ 60 عاما إضافة إلى استبدال المنشآت القديمة بأخرى متطورة جديدة وذلك في تغيير سياسي رئيسي عن جهود الدولة لخفض انبعثات القربون وذكرت توكلة الأنباء اليابانية أن الحكومة تخطط لدمع حوالي 20 تريليون ين من خلال إصدار سندات التحول الأخضر لتعزيز الاستثمار في المشاريع وذلك للترويد لمشاريع إزالة القربون وسط تقديرها بأن الاستثمار العام والخاص بأكثر من 150 تريليون ين سيكون ضروريا خلال السنوات العشر القادمة قالت روسيا إن اليابان تخلت عن عقود من السياسة السلمية وذلك ردا على خطة دفاعية بقيمة 320 مليار دولار أعلن رئيس الوزراء فاميو كيشيدا وقالت وزارة الخارجية الروسية إن توكيو شرعت في طريق تعزيز غير مسبوك لقوتها العسكرية مشيرا إن لا أن مثل هذه القطوة ستثير تحديات أمنية جديدة وستؤدي إلى زيادة التوتر في منطقة أسيا والمحيط الهادئ قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن سول وواشنطن تدرسان إجراء أول تدريبات مشتركة وسعت النطاق بالذخيرة الحية منذ ست سنوات وذلك خلال العام المقبل وقال المتحدث باسم الوزارة إن التفكير في تدريبات جاء في الوقت الذي تناقش فيه قوريا الجنوبية والولايات المتحدة الاستعدادات للاحتفال بالذكرى السبعين لتحالفهما في العام المقبل مشيرا إلى أن البلدين يسعيني لاستقشاف سبل مختلفة لاستعراض وجودهما العسكري وقدرات الردع للتحالف ضد كوريا الشمالية قالت وزارة الدفاع في تايوان إنها دفعت بطائرات مقاتلة لإبعاد 39 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي في جنوب شرق البلاد وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية أن العديد من الطائرات حلقت فوق ممر مائي يعرف باسم قناة باشي إلى منطقة قبالة السحل الجنوبية شرقي للجزيرة مشيرا إلى أنه تم رصد ثلاث سفن تابعة للبحرية الصينية بالقرب من الجزيرة كلفت وزارة الدفاع الفلبينية الجيش بتعزيز وجوده في بحر الصين الجنوبي بعد رصد أنشطة صينية في مياه متنازع عليها قرب جزيرة استراتيجية تسيطر عليها الفلبين هذا ولم توضح الدفاع الصينية طبيعة هذه الأنشطة يأتي البيان في أعقاب تقدير الأفادة هذا الأسبوع بقيام الصين بأعمال تشهيد على أربع نقاط صغيرة غير مأهولة في جزر سبراتلي المتنازع عليها وهي أنباء نفتها بكين وقالت إنها لا أساس لها من الصحة أصدر مجلس الأمن قررا بشأن ميانمار هو الأول منذ 74 عاما ليطالب بإنهاء العنف ويحث المجلس على العسكرية على إطلاق صراح جميع السجناء السياسيين ومن بينهم الزعيم المخلوع أونج سانسوكي وامتنعت كل من الصين وروسيا والهند عن التصويت على القرار فيما وافق بقية الأعضاء الخمسة عشر ومن جانبه رحب وزير الخارجي الأمريكي أنطاني بلينكين بتبني القرار مشيرا إلى أنه خطوة مهمة من مجلس الأمن لمعالجة الأزمة وإنهاء العنف ضد المدنيين وتمر ميانمار بأزمة منذ أن تولى الجيش السلطة في الأول من فبراير من العام الماضي من حكومة سوكي المنتخبة واعتقل الزعيم ومسؤولين آخرين وواجه الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية والمعارضة طالب مستشفى في شنغهاي موظفي بالاستعداد لما قال إنها معرقة مأساوية مع كورونا حيث يتوقع إصابة نصف سكان المدينة البلغي عددهم 25 مليون نسمة بالمرض بحلول نهاية العام في الوقت الذي اكتاح فيه الفيروس الصين دون رادع وبينما ارتفعت أعداد المصابين في المستشفيات الصينية قالت جهات محلية إن السكان بدأوا في تقاسم الأدوية والعققير وأصبحت الأرقام الرسمية غير موطوقة إذ تجرى الآن اختبارات أقل من جميع أنحاء البلاد بعد تخفيف سياسة سفر قفض في الآونة الأخيرة أصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعليماته لوزراء الحكومة المعنيين بتعزيز الإجراءات من أجل منع تفشي إنفلونزا تيور الذي بدأ في الانتشار وذكر تهيئة الإزاعة اليابانية أن فوميو اجتمع مع وزراء حكومته في الوقت الذي ترتفع فيه الإصابات بإنفلونزا تيور منذ الخريف مشيرة لأنه تم تأكيد حالة إصابة بالفيروس في 47 مزرعة دواجن ومنشآت أخرى في 22 محافظة حتى صباح اليوم مع دامي أكثر من 7 ملايين دجاجة وطيور أخرى أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية تسارع عواتيرة انتشار فيروس أنفلونزا تيور بالبلاد والتسعى باريس لوضع استراتيجية تطعيم لمكافحة الفيروس والذي تسبب في نفوق 100 مليون طائر في أوروبا والولايات المتحدة أزمة جديدة تعيشها فرنسا التي رصدت انتشارا ملحوظا لإنفلونزا تيور بشكل يسير المخاوف بشأن ثاني أكبر منتج الدواجن في الاتحاد الوروبي وزارة الزراعة الفرنسية أعلنت أن انتشارا في الوزا الطيور متسارع للغاية وبشكل قد ينزر بوجود مزيد من النقص في الإنتاج الداجنية خلال فترة الشتاء كانت فرنسا قد رصدت بالفعل زيادة في تفشي في الوزا الطيور خلال فصل الصيف بعد أن شهدت أسوأ موجة من المرض الموسم الماضي وتسببت في نفوق ما يقرب من 20 مليون طائر وعلى رأسها الدجاج وأوضحت الزراعة الفرنسية أنه تم اكتشاف 217 حالة تفشي للمرض في المزارع ارتفاعا من 100 حالة في أول شهر الذاته ويتركز أكثر من نصف حالات تفشي المرض في مزارع بمنطقة بايتولالوار ذات الكسافة العالية من الدواجن حيث تسعى باريس لوضع استراتيجية للتطعيم لمكافحة المرض وينتشر مرض انفلونزا الطيور على مستوى العالم الأمر الذي تسبب في نفوق أكثر من 100 مليون طائر في أوروبا والولايات المتحدة وحدهما ورغم أن الفيروس غير ضار بالنسبة للغذاء إلا أن انتشاره يمثل مصدر قلق للحكومات وصناعة الدواجن بسبب الضرر الشديد الذي يمكن أن يسببه لأسراب الطيور مع إمكانية فرض قيود على التجارة وخطر انتقال العدوى للبشر أعقدت تنصقية شباب الأحزاب وسياسيين ورشة عمل عن أهم التحديات التي تواجه النقابات المهنية في مصر تناولت الورشة ملف النقابات المهنية ونقشت عدة محاور تضمنت دور النقابات في ضبط سوق العمل وتقليص الفارق بين أعداد الخيرجين وحاجة سوق العمل بجانب الإصراع في إصدار قانون تنمية موارد النقابات المهنية لمساعدة النقابات على القيام بدورها في تطوير المهن والحفاظ على مصالح أعضائها بتعاون مشترك بين جامعة المنصورة الجديدة ومؤسسة حياة كريمة تم إقامة قافلة توعوية صحية لطلاب المدرسة الابتدائية والإعدادية بقرية الحصص مركز شربين حول الحماية من العدوى وقام وفد من الجامعة ومؤسسة حياة كريمة بزيارة مركز طب الأسرة بقرية الحصص لتفقد أحدث التبديدات وسير العمل بالمركز بعد تطويره من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفق مجلس الوزراء على تعديل قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العلية لترخيص المحال العام رقم 37 لسنة 2022 والخاص بتحديد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية بشأنها ونص التعديل أن يستبدل نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية بحيث يصبح تكون الأنشطة التي تتطلب حصول مراكز الترخيص على موافقة من مدرية الأمن المختصة والتي تستخرج إلكترونيا من خلال مراكز إصدار الترخيص خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ولأحاته التنفيذية وفقا للجدول المرفق الذي يتضمن سردا لـ 35 نشاطا فقط تتطلب الموافقة الأمنية بعد أن كان يضم 83 نشاطا وتم التأكيد خلال اجتماع مجلس الوزراء على أن الموافقات الأمنية تستهدف في المقام الأول ضمان توفر الاشتراطات اللازمة لتأمين النشاط والمنطقة المقام بها خاصة ما يتعلق بأنشطة تبيع المواد الخطرة ومستودعات ومخازن المواد البترولية وغيرها من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة وتلك التي تتطلب طوافر اشتراطات تأمين وحماية مدنية إضافية نهاية النشرة لا يتبقى بها سوى التفكير بأبرز ما جاء بها من أخبار الرئيس السيسي يتابع جهود الدولة لاستكشاف الغاز الطبيعي والبترول ويوجه بالتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أنه لا يمكن التفريط في السيادة على القناة ولا مساسة بأصول الهيئة خلال مشاركته في احتفالية ملء بحيرة سد جوليوس نوريري شكري يؤكد التزام من مصر بدعم جهود التنمية في تنزانيا ودول حوض النيل ختم نشرة الثالثة دمتم في رعاية الله وأمنه شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة